موسيقى مشاهدي قناة الأخبار المغربية أهلا بكم أعلن وزير شؤون الخارجية والإدماج الإفريقي والطوغوليين بالخارج روبرت دوسي اليوم بالرباط عن افتتاح قنصلية عامة لبلاده قريبا بالدخل جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج سيد ناصر بوريطة مع نظيره الطوغولي على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية وقال سيد دوسي إن هذه الخطوة تأتي لتترجم مرة أخرى الدعم المتواصلة لجمهورية الطوغولي الوحدة الطرابية للمملكة المغربية والروابط القوية التي تجمع بين قائد البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأشقيقه فخامت السيد فور جناسينج بي رئيس الجمهورية الطوغو في كلمة له في افتتاح ندوة مغاربة العالم تعبئة جماعية وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لتسهيل عملية العبور أكد المشاركون في هذا اللقاء على أهمية إيجاد الحلول لقضايا وانشغالة مغاربة العالم والترافع في مختلف المناسبات وفي هذا الإطار تم تأكيد على ضرورة السعي لابتكار الصياغ المناسبة لإشراك أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج بشكل فعال ومناسب بالمساهمة في تنمية وطنهم الأم وصولا إلى المستوى المنشود في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دوليا قالت روسيا إن ميناءين أوكرانيين رئيسيين على بحر آزوف تستولي عليهم قواتها الجاهزان للسناف شحنات الحبوب غير أن الكريملين قال إن كييف لا تزال بحاجة إلى إزالة للغام من موانئها حتى تتم عملية التصدير وسيطرت روسيا على أجزاء كبيرة من الساحل الأوكراني خلال 15 سبوع من الحرب كما تسيطر السفنها الحربية على البحر الأسود وبحر آزوف مما أدى إلى عرقلة الصادرات الفلاحية الأوكرانية وارتفاع أسعار الحبوب دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزراءه اليوم إلى ضرورة الدفع بإصلاح العرض قصد خفض التكاليف على المستهلكين والحكومة مشيدا بالدعم الذي حاضي به من كبار وزرائه بعد فوزه في التصويت على الثقة وفز جونسون في التصويت على حجب الثقة من حكومته بأغلبية 211 صوتا في مقابل 148 لنواب حزب المحافظين الحاكم متجنبا الإضطرار إلى الاستقالة فورا لكن تمردا أكبر مما كان متوقعا داخل حزبه سبب ندوبا سياسية لجونسون الذي يكافح لاستعادة ثقة زملائه ومواطنه قالت وسائل إعلام الأمريكية إنما لا يقل عن 13 شخصا لقو مصرعهم ووصيبها أزيد من سبعين آخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث سجل أكثر من 12 حادث إطلاق نار جماعي في كافة أنحاء البلاد وأدى ما لا يقل عن 13 حادثا إلى قتل أو جرح أربعة أشخاص أو أكثر وقع أغلبها في الحفلات وأماكن الترفيه والمراكز التجارية ووفقا لبيانات صادرة عن مواقع متخصص أمريكية حدثت ما لا يقل عن 246 عملية إطلاق نار جماعي خلال هذا العام ما يعني حدوث أكثر من حادث إطلاق نار جماعي في المتوسط كل يوم نهاية هذا المجهز تفاصيل وعفا عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكترونيين 24TV.com شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء